بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مبنية طلاب طلاب مع حسة جديدة من حسس ومع شريف الهواري يا ربي دايما بخير وان شاء الله موفقين من ومن الاول في اه وفي كل مواد بتاعتكم بازن الله. اه ما ننساش نعمل للقناة لو انت اول مرة تتشوف القناة بتاعتنا اضغط على القناة اللي تحت الفيديو ده في صورة كده فيها اه دايرة كده فيها صورة القناة اضغط عليها. هتدى توصلك على كل الفيديوهات والقوائم بتاعت التشغيل بالكامل يا ولاد. اه ونشوف طبعا الصفحة الرئيسية او قوائم التشغيل. عشان تشوف الفيديوهات بتاعتك مترتبة. مش عايز اطول عليكو اكتر من كده احنا الحسة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن يونت تري ليسون آآ ثري. يكلمنا فيها عن وخدنا بالتفصيل. تعالوا بقى النهار دا نتكلم على النوع التاني من انواع اللي هو اسمه سيدمينتري سيدمينتري روكس. ايه موضوع السيدمينتري روكس دا يا مستر. يلا نشوف بقى كده بالتفصيل مع بعض. ده اللي احنا درسناه الحسة اللي فاتت. نمسك بقى السيدمينتري روكس كده ونتكلم معنا بالتفصيل. سيدمينتري روكس دي ار روكس فورمت فروم. هي روكس تكونت من ايه? يعني كلمة يعني تفتت او تفكك. يعني ايه بقى يا ولاد يعني ترسيب. يا حتى السخور دي بيسموه باسم السخور الرسوبية. تسمعها بالعربي كده. هتفدنا في ايه الكلمة دي? اللي اقولها لكم بالعربي ليه? عشان اتبع متخيلة كونات ازاي? يلا نشوف مع بعض كده تاني كده بتاعها. يعني وليكن انا عندي صخور اصلا موجودة على الارض. الصخور دي بفعل بقى يا ولاد عوامل هنعرفها دلوقتي. عوامل التعارية والتفكك. اتفتتت. لما اتفتتت الصخور دي اه اتنقلتها المية ونقلتها الرياح. فبتتت تتكوم طبقة فوق طبقة كده فوق بعضها. وبعدين حصل كده ايه? لما حصل اتكونة في ناس لسه مش فهمها. هنفهم دلوقتي مع بعض اكتر. تعالوا نشوف كده. ليه هي تاني اللي هي يعني كلمة يا ولاد يعني اه تصلب. تصلب الرواسب. يعني ايه? تعالوا نقولها تشبيه بسيط بس هو طبعا مش يعني تشبيه بس يبين لك حاجة معينة انا عايز اوصلها لك. لو انت اه سبتوا الشقة بتاعتكم مسلا وسافرتوا وليكن مصيف او سافرتوا مكان فترة طويلة شوية. وجيت رجعت للشقة بتاعتنا بنيجي نلاقي فيها ايه? تقول لي يا مصر بنلاقي فيها تراب. ونلاقي فيها في في الترانس بتاعنا في البلكونة بتاعت البيت بتاعتنا. نبس نلاقي بقت فيها تراب كتير وتمال التراب. هو التراب ده وتمشي على رجليه يعني ولا هتخرك لكم وجينا ويعفي البلكونة بتاعتكم من نفسه يعني? لأ طبعا. وما لئي اللي حصل? اللي حصل ان في تانية نقلته وخليته يتكون عندنا في الشقة بتاعتنا او في بتاعنا. صح كده? وبتدي يتكون بقى طبقة فوق طبقة. نرجع بقى كده لبرى الشقة بقى. نرجع بره بقى كده. الكده ده وليكن حصل بقى في منطقة صحراوية في جبلية. فما بقى لك بقى في حجم الترابة ده ايه? والتراب ده يتنقل يا اما بالرياح او بالمية يا ولاد. عند يعني كلمة بقى يترسب طبقة فوق طبقة. وبعد كده يا مستر يحصل له ايه? من الضغط الشديد للطبقات دي فوق بعضها. يتصلب عشان كده دايما تعرفها زي في الحقيقة? بص على صورة جبل كده هعرضها لك دلوقتي. هتلاقي ان الجبل تحس كأنه طبقات. طبقة في غمقة شوية طبقة فتحة شوية ليه? لان دي روكس تانية. حصل لها اتفتتت. وتنقلت بقى بالرياح بالمية المهم اتنقلت وترسبت فوق بعضها. تعرضها الحرارة والضغط. يا رب تكونوا فهمتوا فكريتها هتكونتي زي? يلا بقى نقولها بالتفصيل مع بعض. سمعوا كده? بصفة عامة لو جاي لي ما فيش السلمين كده. ده الاجابة في السؤال. صح ولا لا. طيب ايه كمان? او يقول لك يعني تصلب او تماسك تماسك السيديمينت الرواسط. مواد ترسبت فوق بعضها وتماسكت. مين دي برضو? السيديمينتري روكس. طب مصدر السيديمينتري روكس دي موجودة كتير في كتير في الارض طبعا انت هنشوف. خمسة في المية من حجم الكشرة الارضية. حجم الكشرة الارضية. خمسة في المية منها آآ ايه كمان? ايه كمان? يعني ايه? خمسة وسبعين في المية يا ولاد من سطح الطبقة اللي هي الموجودة آآ في الارض. يعني نتخيل كده خمسة في المية من آآ بتاع كحجم لكن هي خمسة وسبعين في المية من كتلة الايه الكشرة الارضية الصلبة بتاعة الارض. طب طريقة التكوين. اتكونت يا ولاد على التلات خطوات. اول خطوة فتت الاول صح? فتت الصخور. يعني اعمل تآكل للصخور. الخطوة التانية انقل بقى اللي انت فككتو دا وتفتتو. يبقى نقل. الخطوة التالتة مش المية نقلت والرياح نقلت? رصبوهم بقى فوق بعض. يبقى ترسيب. ايه دي التلات خطوات. بالترتيب. يبقى تفكيك وتفتيت. نقل اللي انت فتتو دا. ترسيبه فوق بعضه. يلا بقى نتكلم عنهم بالتفصيل. اول خطوة اللي هي 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 يعني اه تجزئة او اللي انا بجزأ وبقصر يعني. اه اللي هي تفتيت يعني او تفكك. اللي هي لا تاني كده مش انت عندك اصلا في القرى العرضية عفل قولنا في فيه تلات انواع موجودين اصلا هم دول اللي اتعرضوا لايه يا ولاد اتعرضوا وتعرضوا اللي هو التفكك والتجزئة صح مش هم دول اللي موجودين اصلا. طب هو الخطوة التانية. الغزاء اللي تفككت دي. يعني ايه? انا عندي جبل اهو. الجبل ده في اجنيس او اي ان كان. نزلت عليه مطرة شديدة. المطرة تعمل ايه? تفتت في الصخور دي يا ولاد. تقول يا مستر ازاي اقول لك اه طب تتابع كده اي دنيا تكون ممطرة. وبص كده بعد المطرة ما تخلص كده هتلاقي في حاصة وطوب وحاجات تتكونبت كده على جنب الطريق. مين جاب? مين جابها? هو عمل لها نقل. وممكن يبقى ايه اللي حصل? اتنقلت بطائرات المية او باي اير. نقلت. لقوا فتت. وجزقت السيديمنتري روكس والاجنيس روكس والميتامورفك روكس اللي موجودين قصة على الارض. كسرتهم? اه. نقلتهم باي ويند او باي اير اه سوري او باي ويند او باي ووتر كارانت ايوة. النقص نعمل ايه بقى? يعني الطبقة دي تفضل تترصف فوق بعضها. اللي هي يعني آآ آآ زي كده اللي هي تحط فوق بعضها يعني يا ولاد. تجمع فوق بعضها وتترصف فوق بعضها بس طبعا الكلان ده مش هيحصل اللي لو فيه يعني نشوف كده. يعني كلمة يعني التماسك. التماسك بتاعها كل ما يمر عليه الوقت كل ما يكون اقوى. ليه? يعني تخيل طبقة ورى طبقة ورى طبقة كمان. فالطبقة القديمة خالص اللي تحت دي بقى لها مئات وملائق والاف السنين. اكيد متعرضة لايه يا ولاد? تقول لي يا مصر متعرضة نتيجة وزن اللاييرز التانية عليها. انضغطت. تمام كده? طبعا لو في شوية مية ما بينهم بقى خلاص انت ضغطتها المية راحت. فما بقيتش او ما بقيتش طرية او ما بقيتش لينة لأ بقيت ايه يا ولاد? آآ فيها يعني تماسك عالي. اقولها تاني كده بالراحة. مش انت دي طبقة فوق طبقة فوق طبقة. الطبقة بتاعت زمان دي موجودة فين? تحت خاص. لان الطبقات فضلت تترصب عليها. يعني انا انا لسمت صح بقى. انا لسمت صح. هرسم من تحت الاول. ليه? لان اكيد يا مصر الطبقة اللي تحت هي اول طبقة. جاء طبقة تانية فوق ايها? مع الطبقة تالتة مع ربعة. كل دي روكس. طبقات متفتتة. فين بقى الطبقة المضغوطة قوي دلوقتي كده ومطحونة قوي نتيجة اللي هي. طب دي عملت ايه بقى يا مصر? بتعمل طبعا فضلت المية اللي ما بين الحبيبات وما بينها. اسمعوا الاجبات تانية كده. الرواصب في الطبقة اللي تحت. اتعرض للضغط عالي. ليه? نتيجة وزن الطبقات عليهم. وطبعا الليلة المية ما بين الوحبيبات. طولنا شوية في سيدمينت الروكسة. ما تجي نشوف عليها بقى. ايه عليها يا ولاد? عندها عندنا بنشوفهم في حياتنا كدير جدا. شوف لك كده شوية راملي موجودين في الشارع كده او نقلة رامل كبيرة كده. وهتلاقي فيه شوية رامل كده متصلبين ومتمسكين كده. بيسموه باسم ايه يا ولاد? حجر راملي. طب ده كوني زي يا مستر. حبيبات رامل. بس حبيبات رامل فوق بعضها فوق بعضها. تكون اكومت فوق بعضها من سنين طويلة. اندر هاي بريشور اند تنبريتشور. بيكمز ستون ساند ستون روك. ايما لو جالي في الامتحان وقال لي ساند ستون فروم هتقول له ايه? سديمينتري روكس. اما المين الميت اما المين الميت اما الميت اما هورفك لا اللي اخدنا قبل كده. الجرانيت يا مستر والبساط. مرافو عليك. مركز ومذاكر. يبقى. زيان حبة الرمل اقل من اتنين ملي في الديامتر بتاعها. اتنين ملي. تمام? اقل منها كمان. طيب. النوع التاني. ده سديمينتري وده سديمينتري. بس يعني يا مستر يعني تكون يا ولاد را تكونت مادة اسمها الكالسيوم كاربونيت عارفين كالسيوم كاربونيت? عارفين التبشير اللي بتكتبوا بيها على صبور ايام زمان ده لأ لو التبشير بتاع زمان زمان فيه الماركر طبعا. العول عارفين يا ولاد الحجر الجيلي دوت اللي هو من يجي سفرت الشوارع? بيحطوا الطوب ده وتلاب يده. هو ده. هو ده اللايمستون. بعبارة عن ايه بقى? عبارة عن آآ يعني ترسيب الكالسيوم كاربونيت اللي هو محلول اللايمستون. بترصف فيه. ينشف ويتصلب ويعمل اللايمستون. طب بتاع الساند ستون. يالو كالر وما اللايمستون طب بتاعه الملمس النسيق بتاعه. رمل يبقى اكيد ايه? كورس. كلمة كورس يعني قشن. اما اللايمستون بيكون سموث ناعم. ايه كمان? بيكون هنا يعني كلمة يعني متماسك صلب. اما هنا اقل لتماسك. ياخد شكل طبقات رقيقة. اما هنا هزا نفس كنان. شكل طبقات رقيقة. بيتكون من معدن واحد عكس الجرانيت والباسولة لو تفتكروا كان ثري مينرالز. اما هنا الايمستون بيتكون من حاجة اسمها كالسايت مينرال. مينرال اسمه كالسايت. اللي هو الكالسايت ده طيب. في جميلة جدا يا ولاد بيقولك ان هما انها مش عادة افرق بينهم هما الاتنين. وليكن الكالر ما كانش واضح. الكالر ما كانش واضح. فالحل ايه? عارفينه طبعا. حط هنا دروبس اف هيدروكوريك اسد. ولكنك حطيت حاجة. طب اللايمستون لا يا مستر دا ري اكت. ويطلع كمان يا بلد. ادي اكزامبلس اف ساند ستون اللي هما يعتبروا على لو في حاجة صعبة واقف ويرجع اسمها مرة تانية التركيز. اخر نوع من انواع يا ولاد اللي هي بالعربي بيسموها متحولة. دي سهلة جدا يا مستر. يعني واضح ان هي تحولت من صورة لصورة تانية. يعني قصدك تقول ان هي كانت بالزبط. وكانت تخيل? كانت وكانت بس تحولت لمين? لميتامورفيك. تحولت لميتامورفيك. يبقى ايه بتاع الميتامورفيك? روكس. دي اصلها. اتعرضت لتمبرتشار وبرتشار. فاتقلبت متامورفيك. عشان كيسموها متحولة بالعربي. طب ميني اللي عليها? الماربل. طب مستر بقى. اهو الماربل ده كان اصله ايه? تعالا وروا. اهو الماربل. كان يعني كان سيديمنتري. بس اللي هو الرخام. اسمع كده? تبقى لو جالي في الامتحان وقال لي كده تحول اللي هو السيديمنتري. تحول وبقى ايه? بقى متامورفيك اللي هو الماربل. بقى متامورفيك اللي هو مين? الماربل. طب بتاعه يا ولاد الناسيق بتاعه اللي هو رف خشن. خشن الرخام في اصله خشن. بتاعه يعني الرخام بيكونه ابيض لو كان نقي. مش داخل معه بقى تانية او لو في شوائب ياخد الوان تانية. هو اكيد طبعا بيكون اكتر صلابة من الاصل بتاعه. الاصل بتاعه مين? بس لما يتعرض بقى 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 اقوى بقى ماربل. يبقى يعني اكتر صلابة من بكده يا ولاد خلصنا الدرس بتاعنا. طبعا دي كده مخطط موجود عندكم في الكتاب. انا هاخدته زي ما هو. بيقول لك ايه? بيقول لك ان ازاي تبقى خلاص بقى عرفنا القصة. اهو. ازاي انتو اللي اتنين تبقوا ميتامورفك. بص على السهم اللحظة. ازاي والسديمنتري يبقوا ميتامورفك. باي هايت تنبرتشر اندبرشن. هايت تنبرتشر اندبرشن. طيب كويس. ازاي الميتامورفك والاجنيس يكونوا بص على الخط للسويت. بصوا كده. الميتامورفك هيبا سديمنتري ازاي? عرضوا للاروجن. عرضوا للترانسبورتيشن. عرضوا للسديمنتشن. انحد فيه. خليه اتاكل. انقله بالمية او بالاير. وعمله ورصبه فوق بعضه. بقى سديمنتري. طب الايه جنيس نفس الكلام? يا رب نكون فهمنا يا ولاد. اه اي سؤال طبعا اكتبوا لي في التعليقات. الدرس انتهى الحمد لله وخلاص طبعا انا اه وطبعا العملي برضو نزل في القناة. اللي لسه ما امتحنش العملي. كل التوافيديكم واشوفكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.